الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال الثاني ما حكم ترك الأضحية عند انتشار الأمراض الوبائية من البقر والغنم والإبل في أمراض كثيرة جدا في الفترة الأخيرة بدأت تنتشر زي جنون البقر والآن احنا ما زلنا في عصر الكورونا والحمة القلاعية جاءت في الغنم وكثير من الأطباء والمنظمات المختصة بالصحة العامة بتحذر من تناول هذه اللحوم وبينصحون المسلمين بمناسبة قدوم الأعياد بالاستغناء عن الأضاحة في هذا العام خوفا من الإصابة بالمرض فهل ممكن للمسلم أن يترك هذه الشعيرة في هذه السنة أو ماذا يفعل تعلمون أن الإسلام شرع الأضحية في العيد ليوسع الناس على أنفسهم وأقاربهم وقد بدأت هذه السنة منذ أن فدى الله سبحانه وتعالى نبي الله إسماعيل اللبيح وفذيناه بذبح عظيم وأصبحت سنة من يومها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة لأبيه لجده عبد المطلب يوم أن قال ما عندي إلا ولد واحد لئن رزقني الله عشرا من الأبناء لأذبحن واحدا منهم تقربا إلى الله ربنا رزق العشرة وكان أفضلهم عبد الله الذي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضرب بينهم السهام يقترع بينهم فكان السهم يخرج على عبد الله لكن أهل قريش كانوا يحبونه ويجدون فيه لمحة النور التي كان يحملها في صلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد المطلب لا تفعل واذهب إلى أحد الحكماء واسأله فقال أوقفوه وأضربوا سهاما من الإبل فإذا وقع السهم على عبد الله فزد فوضع عشرة من الإبل وقع السهم على عبد الله فزاد عشرين إلى أن وصل إلى الحد اللي هو المعروف بالدي الآن مئة جمل فجاء السهام على الإبل فذبحوها وأنقذ الله عبد الله أبو نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي يقول أنا ابن الذبيحين هذه شرعة للتوسعة على الناس في العيد وإدخال الفرح والسرور على الناس وكذلك إعطاء المحتاجين والفقراء لكن إذا ثبت أن في الحيوانات التي سيضحها بها أمراض يمكن أن تؤذي الإنسان إذا أكلها أو تنقل إليه العدوة أو ثبت أن الناس عندهم عدوة أن اقتربوا من بعضهم البعض مثل الحال الآن أو غير ذلك من الأضرار سواء ظاهرة أو خفية سواء آنية يعني الآن أو ربما تأتي بعد في المستقبل القاعدة الشرعية بإجماع الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار أي لا يجب للمسلم أو للمرأة أن يضر نفسه أو يضر غيره وهي قاعدة مقطوع بها لأنها مأخوذة من القرآن العظيم قال ربنا ولا تقتلوا أنفسكم لا تعرضوا أنفسكم إلى الهلاك إن الله كان بكم رحيم قال ربنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حقا فالرخص والتخفيفات جاءت للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته وبدنه ومن المعلوم أن الآدمي بنيان الله الآدمي بنيان الله ملعون من هدمه لا ندخل عليه شيء يفسده إنما ندخل عليه شيء يصلحه إن لبدنك عليك حقا لذلك علماؤنا حرموا كل ما يضر تناوله بالإنسان من مأكل أو مشرب أو ملبس كل ذلك حماية للنفس البشرية والمحافظة على الحياة وسلامة هذه النفس البشرية وهذه من الضروريات الخمسة حفظ النفس التي اتفقت على رعايتها الشرائع السماوية وبالتالي للإجابة على هذا السؤال إذا ثبت أن في تناول لحم البقر أو الإبل أو الغنم أضرار على الإنسان فيحرم عليه تناولها خلاص انتهى الأمر وبالتالي لا يستطيع أن يضحي لأن نفسه وحياته وديعة من الله سبحانه وتعالى لا يحل له ولا يحق له أن يفرد فيه أو يؤذيه طيب في الأضحية يكون ترك يكون الترك أوجب لأنه يعطي منها غيره من الجران الأحبابي مش هيضر نفسه بس هيضر غيره فالضرر ليس مقصور على الوحده إنما بل هو ضرر متعدي إلى غيره فتكون الحرمة أوكت طيب من الذي يحدد ذلك العلماء ولا الأطباء لا نرجع لأهل الذكر أهل الاختصاص في ذلك هم الذين يحددون قال فاسأل به خبيرة ولا ينبئك مثل خبير إذا ذكر المختصون إن هذه الحيوانات أو التقارب هذا قد يؤدي إلى الإدرار بالنفس البشرية وإذا ثبت الضرر في هذه اللحوم أو ثبت انتشار المرض بالتقارب بسبب الذهاب إلى هذه الأماكن ماذا يفعل المسلم؟ يأخذ الأمر البديل ينتقل إلى غيره إذا ثبت في البقر يتركها ويضحي بالغنم إذا ثبت في الغنم يتركها ويضحي بالإبل إن تيسر له ذلك إذا ثبت الضرر فيها جميعا في بلد ما مثلا الحمد لله هنا عندنا منظمات كثيرة بتجمع الأموال وتذهب إلى بلاد زي إفريقيا وبلاد كثيرة جدا وتضحي هناك تقوم هذه الجمعيات بالأضاحي في هذه البلاد المحتاجة وربما يكون ثمن الأضحية الواحدة في بلدة مثل هذه البلد التي نعيش فيها تأتي بأربعة أو خمس أضاحي في هذه البلاد يبقى لابد للمسلم أن يرى البديل طب إن عم البلاء ماذا لو عم البلاء في كل مكان فعلى المسلم أن يأخذ بهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار وليس عليه أضحية في هذا العام عند انتشار هذا الضرر عند انتشار هذا الضرر والله أعلم